بعد نحو 16 عاماً على وقوعه أسيراً بيد الأحزاب الحاكمة يحاول القضاء في العراق نفض الغبار عنه والاستقلال بقراره عن نفوذ الأحزاب إذ تتحدث مصادر في السلطة القضائية عن حراك هو الأول من نوعه للتخلص من سلطة الأحزاب السياسية التي تفرض أجنداتها على القضاء وعلى البرلمان في آن واحد وبحسب مصدر في مجلس القضاء الأعلى فإن السلطة القضائية بدأت باتخاذ خطوات فعلية للتخلص من هيمنة نفوذ الأحزاب هيمنة أبصرت النورة مع إقرار الدستور الجديد أيام الحاكم الأمريكي بولو برايمر ووجدت طريقها لخنق المؤسسة القضائية بفعل فقرات دستورية معينة منحت الأحزاب الحاكمة فرصة التحكم بقرارات السلطة القضائية من خلال التعيينات وتمكنت من خلال هذه الفقرات فرض المساومات على حساب تحقيق العدالة المصادر القضائية نفسها تؤكد أن السلطة القضائية تعمل على تشكيل لجان خاصة لإعداد مسودة سيتم عرضها على البرلمان وتنص المسودة على الفصل الكامل بين السلطات ومنح القضاء الاستقلالية في القرارات الصادرة عنها لسيما تعيين القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان صرح بأن الحل الأمثل لتحرير السلطة القضائية من قيود الدستور يكمن في تغيير بعض نصوصه التي تسمح بتدخل الأحزاب بعمل القضاء وثمت من يذهب بالقول إلى أن محاولة السلطة القضائية التخلص من قيود الأحزاب الحاكمة باتت صعبة للغاية إذ أن الأمر بحاجة إلى تعديل نصوص دستورية وهو أمر غير ممكن من دون توافقات سياسية وبجانب تلك العقبة فإن الكتلة السياسية وضعت ثغرة في طريق عمل لجنة التعديلات الدستورية المشكلة وفق المادة 142 من الدستور الثغرة نصت على أن أي قرار تتخذه لجنة التعديلات لا يمرر إلا من خلال إجماع أعضائها وهو أمر شبه مستحيل حصوله في البرلمان في ظل الأجندات السياسية والولاءات المتناقضة